السلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. يا الله شيخ رامي كيف حالك؟. هل حبيبي حياك الله. أهلا. اعذرني والله. جداً اعذرني والله. أبد أبد يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. الله يسعدك والله. والله انا أطعني رقمك واحد وشيخ رامي وانا والله يحب اهتدي والله. الله يشرح صدرك الحق. واضح من صوتك أنك شخص عاقل باحث عن الحقيقة. والله تعرف نحن في نهل المدينة وانا من شعب لا تذكر بالله عليك لا تذكر اي شيء عليك لا 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 ما اذكر لانه موضوعي مرة حساس والله موضوعي جدا والله حساسي شخرامي لانه انا اقول لك صراحة يعني نحن والله عارفين نفسا ان احنا على غلط والله نعرف ولكن ما انا عارف اش اقول لك والله والله انا اعطاني رقمك واحد صاحب سني فشكت له الموضوع قال لي والله ما لك الا هذا الشيخ يعني وباذن الله حني اهديك للحق لانه صراحة ابويه والله ما جدا جدا صاحب والله عشان كده انا قلت لك ابو اتصل عليك طيب يا حبيبي انت في بس مباشر انت في بس مباشر عادي تتحدث في البس؟ ايه نعم نعم ما عندي مشكلة والله يا شيخام طيب حبيبي انت متابع البس من الاول يعني احنا ما شاء الله الى الان معنا 34 مهتدي بفضل الله في البس لا والله لا والله لا والله ما دخلت البس صراحة ما دخلت البس لانت في بس مباشر الان يا حبيبي ومفضل الله قبلك عائلة شيعية من العراق اهتدت بعدها مهتدي من القويت بعدها مهتدي ابوه معمم واستس في الحوزة بعدها مهتدي ومع اسرته احداشر بعدها حجي شيعي كان ضرير وهو معنا الان اصل اني بارك فيه رب واهتدى وبعدها شاب كان اعلن هدايته واختي صديقة اعلنت هدايتها معنا وبنتي من القطيف هي واخوتها البنات ما شاء الله وبنتي تانية من الاحساء انا عندي اقارب عندي اقارب من القطيف برضه والاحساء انا تابعت البتحق امس وقبل امس صراحة انا شوف من المدينة ايو نعم والله الله يزيدهم يا رب والله يا شيخ رامي ما نعرفش اقول لك والله يا شيخ رامي اني انا استحي حتى لاحد يرى يعني اشوفني من اخواننا السنة وانا اسجد على التربة والله حتى وصلت بيا اني اسجد على بطاقة والله او اني اضع الجوال اذا ما لقيت مكان ارض اسجد فيه طيب يا حبيبي بالله عليك وانت ما شاء الله شخص عاقل وانا اتشرف بك بالله عليك يا حبيبي انا اقول لك شيء انا اقول لك شيخ رامي صراحة لا والله انا عايش في مملكة هنا والله انا قلت لك اعرف اعرف ان هذا شيء على الغلط لكن ما نقدر والله والله يا شيخ رامي ما اقدر ما اقدر والله 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 انا اسوي بين وبين الله شوف انا ادخل ادخل المسحدة لنا روح الحرم واصلي مع امة الحرم والله ايش التلاوة ايش على الفجر انا اصلي بالحرم اصلي مع اهل السنة صراحة اتلثم صراحة طيب اقول لك شيء يا حبيبي هل انت لو صليت بك شوف شخ رامي بدون تلثم هتعرف شخ رامي انا اخاف ان واحد يشوفني يعني ويصورني انا جدا ابوي صعب والله ابوي صعب مرة صعب ابوي صعب شوف شخ رامي انا بحكي لك موضوع والله هذا بينك ما عندي مشكلة حتى ان كان بثل لكن ما احد يعرفني ابوي عنده صراحة تمام عنده صراحة هنا في منطقة تعرف معروفة مدينة منطقة اسمها العوالي يا حبيبي لا تذكر ايها ايش هي خرامي ما يهمني والله ايش هي خرامي انا في مملكة هنا الحمد لله يعني بعد فضل من الله الحمد لله تحت سيطر الحكومة ما احد يقدر يضرني اعرف اعرف المملكة بلد التوحيد ما احنا زي العراق لا احنا زي العراق هنا متحدين والشيعة هناك يعني ما يقدر يسوي شيء للمعممين نحنا ما عندنا معممين بالعكس المعممين هنا اللي في سعودية ترا والله المزسلين ما يقدر يسقوون talk انا صاحب باسم الاستراحة وهي صحق focused تمام والله ياودervice والله انا ما قد مر عليا زكلم صراحة لأني أنا كنت بر مملكة إلا المرة هذه والله يا شيخ رامي لما ينجوه حقون العمرة في مدينة عندنا هنا فيجوه زيارة عندنا في الاستراحة يأخذونهم بالله ولا رجال إلا منهم ثلاثة معمامين مدري أربعة والله يا شيخ رامي كسام بالله العظيم دفعهم الخمس غصبا عنهم وبعض النساء والله وبعض النساء طلبوا منهم ألا للمتعة وأنا أقول لك صاحب الاستراحة لكن ما أقدر أنا أتكلم ولا أقدر أسوف أي شيء أنا أوكل أمري لله يوم جد وأنا أتكلمت جد أتكلمت أبوي أسمعني أسمعني أنا جد أتكلمت يا أبوي أكتل أبوي الموضوع كذا وكذا وكذا قال لي يا فلان يا ولدي ما لكم ألم نحنا علينا نأخذ حقنا واللي بيسوه ذول المعممين أنت ما لك شغل ما لك دخل بس قلت لي أبوي ذا حرام هذا اللي يسوون يفعله والله حرام قال لي ما لكم ألم أمه جاي من برة تمام ومهم من عراضنا ولا شيء هم راضين وانت أتركك انت أخذ حسابك أخذ حقك ولا تتكلم أحط جزمة في فمك نعم يا حبيب أحط جزمة في فمك قلت لي يا أبوي خلاص الله يا شغل اللي أفكر فيه يوم كلمت صاحبي هذا السني قل لي بيعها قل لي بيع الاستراحة يعني ما لكم ألم شوف هي حقبوي باسمي وإلا أخرج من مسميتك يخليها باسمي واحد من أخوانه يعني من أعمامي نعم وأنا والله ما نعرف بش أسوي يا شغرامي الله يا حبيبي لكن أسأل الله نظيم أنا أنا ليها دحين تقريبا شهر ونص أصلم أهل السنة صراحة طيب يا حبيبي ممكن أسألك سؤال وبدأت وبدأ وبدأت وبدأ في أقرى جزء عم ماشاء تفضل يا شغرامي تفضل حبيبي شوف يا حبيبي والله أنا أكلمك والله أنا جزمي يرتجف والله والله يا حبيبي هنيئا لك الأول هذا العقل الناضج وأنا معي أكثر من مهتدي من المدينة ويتواصلون معي بفضل الله وقلاء مثلك إن شاء الله أولا الحمد لله أنت في نعمتين اثنين النعمة الأولى الأمن اللي أنت فيه والنعمة التانية نعمة المدينة والله يا حبيبي لو تعلم كم أنا يوميا مشتاق اشتياق شديد للمدينة يشهد الله أكثر من اشتياقي لوالدي المتوفي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى اشتياق للمدينة أشتياق شديد فأنت في نعمة الآن في هذه الأماكن التي كان يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المجد للصلافي بتضاعف في هذه الرودة التي هي رودة من رياض الجنة فأنت في هذه النعمة ما شاء الله أسأل أن يدمى عليك يا رب يحفظك حبيبي اللهم أنت تعرف يا شيء خرامي اللهم من لا قاطعك حبيبي يعني شوف أنا عمري تقريبا ما يقال ابدا حين تقريبا تقريبا 32 سنة 32 سنة أنا ما أصل مع أمة الحرم يعني بعد بعث الصات الفجر الناس تخرج وأنا أدخل أعلم وقت الصلاوات وقت الصلاوات ما عمري صليت معهم ما عمري صليت معهم أبدا لم أسبت صليت مع أمة الحرم أنت في نعمة كانت أشوف الناس هذير يقول كانت أشوف الناس هذير يقول لها غلط وأنا شوف في بلات التح في بلات التوحيد في المملكة ودرست مع أهل السنة يعني الحمد لله نحن متحافظين من سب الصحابة نعرف أن هؤلاء صاحب الرسول يعني تعرف نحن في بلد ما نفس العراق نشوع على السب والطعن واللعن في الصحابة صح عندنا معتقدات عندنا معتقدات باطلة نجعل أن هذا علي رضي الله عنه وعليه السلام يعني أنه هو الإمام والمنصب بعد النبي هذه عندنا معتقدات لكن طيب أنا أبغى أقول لك شيئين إثنين بس أبغى أقول لك أمرين أما موضوع الاستراحة فإجعل هذا الأمر بين وبينك ليس على الملأة هكذا نتحدث في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله أيضا تذكر قول الله تبارك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان والنقطة الثانية أنت الآن الحمد لله نضقت الشهادتين أنت تحب أن تنطقها معنا يا راية والله أنا اللي هي شهر دحين والله اللي هي شهر طيب يا حبيبي شهر أنا أصلي مع أهل السنة طيب إيش رأيك؟ أنا تابعتك أنت والأستاذ وليد إسماعيل كمان والله ما شاء الله أتابع بوثوثهم لكن ما أقدر أدخل والله ما دخلت إلا عليك بس الحمد لله والله لأنه أعطاني رقمك واحد من أهل السنة وأتشرف بك يا حبيبي ولعل أتشرف بلقياك بإذن الله إيش رأيك تمطق معنا الشهادتين الآن؟ ولي شرف الله الله أكبر ولي شرف الله طيب يا حبيبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن القرآن كلام الله وأشهد أن القرآن كلام الله غير محرف ولا مبدل وأبرأ إلى الله ممن قال بتحريف القرآن وأبرأ إلى الله بكل ماذا؟ ممن قال بتحريف القرآن وأبرأ إلى الله بكل من قال بتحريف القرآن وردي الله عن صحابة النبي أجمعين وردي الله عن صحابة النبي أجمعين وعن أزواجه صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه صلى الله عليه وسلم نميئا لك يا حبيبي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله يا حبيبي الله يفتح عليك شخر بالله يا حبيبي ماذا تشعر الآن يا حبيبي معنا؟ الله أكبر والله لي شهر وأنا والله في راحة ما يعلم فيها إلى ربي والله فتح لي ربي أشياء أكسم بالله يا شخرامي أقسم بالله العظيم ما يعلم فيها إلا ربي والله فتحت لي أشياء اللي أنا طلب منك الحمد لله اللي أنا طلب منك أنك قد تحارب من أقرب الناس إليك فاصبر واثبت لا 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 أسمعي شكراني شوف من ناحية الموضوع ده أنا ما يهمني أحد أنا قلت لك في بلد تحميني الدولة الحمد لله أنا أقصد يعني ممكن من قطعة رحم من تضييق ممن ممن ما همني أنا على صح أنا على صح علي أسلم عليهم اللي بيسلم علي الله يطيعلي الله يثبتك حبيبي هنيئا لك والله والله شكرا لكن أنا عندي الوالد الوالد صعب شوهي الوالد علي مهما كان يعني برضو هذا الله يقول في القرآن وصاحبهم في الدنيا معروف شوف سيدنا إبراهيم ما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي شوف يا حبيبي أنا الآن ما شاء الله إحنا الآن يا حبيبي في البث ألاف موجودة الآن في البث بفضل الله تبارك وتعالى كل هؤلاء الألاف يدعون لوالدك بأن يهديه الله وأن يأخذ بيده إلى الحق فنصد الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى الحق وأنت إذع له في صلاتك بأن يهديه الله تبارك وتعالى الله يهدي الوالد ويهدي المعممين الله يهدي المعممين ويهدي شيعة العراق والله إن شاء الله على تواصل رسلني حتى أرسل لك رقم ونكون على تواصل وأتشرف بك والله ما حقدر أنا أتابع أتابع البث صراحة بعد البث المباشر يعني أقدر أتابع بكى الصباح الصباح أنا أكون فاضي فهمتني فما أقدر أتابع البث المباشر لا أقصد البث أقصد أن نكون على تواصل أنا الآن أرسلت لك رقمي الخاص وتكلمني إن شاء الله تبقى ترسل لي رسالة حتى نتواصل أنا وأنت حتى لو رسائي الكتابية فقط على الوطس طيب بإذن الله إن شاء الله هنيئ لك يا حبيبي بإذن الله مع السلام شكرا لك حبيبي شكرا لك الله يطول بعمرات مع السلام شكرا لك حبيبي الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله حرسل لك حرسل لك اسمي أنا بالله لا أقدر أنتظ عل authenticity ماشي حبيبي أنا عارف اسمك واسمك مكتوب أمام الله يحفظك ويبارك فيك الله أكبر ولله الحمد الله يحفظك ويبارك فيك ويثبتك وهنيئا لك وأعرف إن يريد أنيه في حالات كثيرة مثلك لسه الأخت مكلماني الآن والله من القطيف ما شاء الله هي واخوتها البنات الاثنين ولكن يعني لا تستطيع أن تخرج معنا فهنيئا لك وكل شيعي أصبح موحد لله تبارك وتعالى وكتم إيمانه فإن شاء الله الله ينصرك ويبارك فيك